هنسي فريق كرة اليد ونروح لكرة السلة رجال كرة السلة رجال السنة دي الوضع اختلف تسع صفقات تمن صفقات فيه داخل دولاب النادي داخل فريق النادي الاهلي وجود كابتر اشرف توفيق معايا كابتر احمد الجرحي الموضوع اختلف خسرنا فعلا اول بطولة المرتبط لكن عندهم العزل تماما لان في الاخر دي توليفة المدرب محتاج وقت عشان يقدر يولف اللاعبين لكن النتيجة والثامرة بتبان في بطولة السوبة دلوقتي خلينا نروح لي ايه اللي حصل من بداية السيزر السنة دي لشهر 12 رجال برونزية دوري المرتبط في الرجال برونزية دوري المرتبط خسرنا من نادي الجزيرة لكن كسبنا في الاخر دوري المرتبط عفوا كسبنا برونزية المركز الثالث ذهبيت بطولة المنطقة القهيرة تحت 16 سنة حاجة مهمة جدا الناشئين عندنا مكسبهم يطلع الناشئ يطلع يتربع المكسب يطلع بعد كده بإذن الله عنده روح البطل ذهبيت بطولة المنطقة القهيرة تحت 14 سنة ايضا وكمان في صدارة بطولة المنطقة القهيرة تحت 18 و 20 سنة ولا زالت البطولات مقامة لسه البطولات شغالة عندنا مؤمن طريق خيري كريمة بسريع علي وحيد محمود عبد المحسن دول قادوا منتخب دشيئة السلة تتويج بالبطولة العربية في مصر والبطولة الافريقية في الراس لكن كابتن مؤمن طريق خيري الوضع مختلف احسن لاعب واحسن مصاوب رميات سلسية في بطولة افريقيا واحسن مصاوب رميات سلسية في البطولة العربية صفقات الاهل السنة دي كابتن ايهاب امين وايمن شوكة احمد اسماعيل ومحمود الشرشابي محمود الزيات والامريكي وعبد الفضيل ابراهيم وبكده كرة السلة زي ما احنا شايفين قدامنا كرة السلة ما شاء الله عليها ماشي في الاطار الصحيح وبإذن الله الحصاد في شهر خمسة يكون مختلف ويكون فيه برضو بطولات اخرى كثيرة هنسيب كرة السلة رجال وهنروح لكرة السلة سيدات سيدات ما شاء الله عليهم ده هبية دور المرتبط دي كانت البداية برضو نتاج نتاج كابتن ايهاب الالفي سلم لكابتن علي هاشم وبدأ يمشي على هذا النهج لسنة الخمسة على التوالي بنفوذ بدهبية دوري المرتبط لسيدات كرة السلة تعالي نشوف سيدات كرة السلة عملوا ايه سيدات كرة السلة زهبية دوري المرتبط وفضية بطولة منطقة القائرة تحت 16 سنة وزهبية بطولة منطقة القائرة تحت 14 سنة وبطل المهرجان الشتوي تحت 13 12 11 وده هو الامل اللي عندنا هو ده اللي احنا محتاجينه ندعم نشأينا ونشوف نشأنا بيكسبوا علشان يطلع لمستقبل قوي جدا بإذن الله في كرة السلة وفي كل الألعاب عندنا رضوة علاء وهالة علي مع منتخب النشآت كرة السلة وحصدوا فضية بطولة أفريقيا تحت 16 سنة حدث ولا حرج على سوريا سوريا محمد هي قلتلكو هي نجمة الموسم أعتقد فعلا موسم قوي جدا لسوريا محمد السنة دي أفضل هدافة بطولة أفريقيا لكرة السلة 5 على 5 ولقب أفضل هدافة وأفضل لعبة في بطولة أفريقيا لكرة السلة 3 على 3 الصفقات الجديدة عندنا رضوة محمد والأمريكية شاكيلة نان بكده كرة السلة يعني ما شاء الله ماشيين كويس وكمان بطولة أفريقيا عاملوا بطشات خوية جدا لكن الخبرة الأفريقية لسه ما اكتملتش لكن اعتقد في المراحل الجاية فريق كرة السلة سيدات هيكون لي شأن داخل البطولات الأفريقية ودي أهم حاجة عندنا لأن البطولات الأفريقية هي الحشيء الكبير بالنسبة لأي لعب أو لعب أن يكسب بطولة الأفريقية هنسيب كرة السلة تماما وكرة اللي قد خلصناها هنروح للكرة الطايرة كرة الطايرة دولاب كبير جدا لسه الرجال هياخد منها وقت كلام كثير جدا على الرجال لكن سيدات الكرة الطايرة برضو بيعملوا تاريخ وبيضيفوا تاريخ في داخل النادي الأهل السنة اللي فاتت سيدات كرة السلة عفوا لكرة الطايرة بيخاليات كابتر حمد الصافي نجمين الكبير المدير الفني برضو قدر يحافظ على بطولات السنة قدر يحافظ يكسب برضو السوبر ويكسب وهكذا الدوري العام وكاس مصر وهكذا وفعلا ما شاء الله على سيدات كرة الطايرة يعني الكرة الطايرة بصفة عامة في نجمين لها فعلا قادرين هو شخصية البطل قيدين كل الفرق إلى المكسب